مرحبا، أول شيء أنا بعتذر منكم إذا كان فيه تأخير بالرد على ورسائل الواتساب لكن لحنا حكينا عدة مرات أنه منكون بالعطلة نهاية الأسبوع اللي هي السبت والأحد وبي اختلاف الوقت فبيكون في شوية تأخير بهذه الفترة لكن بداية من يوم الثانين بيصير الرد على الجميع قبل كل شيء حابب أشكر ورحب بالأعضاء اللي يشتركوا بالعضوية الشهرية بالقناة عنا اللي هو شريف زادا اللي اشترك بالعضوية الفضية وعنا الجينيس بالذهبية طبعا صالح صالح كمان ونضال دعبول وعنا محمد رشيد بشير الواوي قيسر ام جي موسى الحميدي جروت فروت وكمان مناف الروداني وبحب أرجع كرر أنه أي شخص بقدم عن طريقنا مشترك أو غير مشترك ما في شيء مضمون لحنا بنرفع نسب القبول بخبرتنا منوظف خبراتنا بالطلب ومنحاول نساعد الناس بشط الطرق طبعا الأشخاص اللي بتتواصل معنا وبتقنى أنا مستعدت في أي مبلغ هذا الشيء غير موجود لحنا بنعمل تقييم مجاني للشخص منشوف إذا في فرصة للتقدم لأي دولة بالعالم منساعده ومنقله على الرسوم الرمزية إذا ما كان في أي فرصة بتكون هذه الاستشارة مجانية لأنه ما في أي معنى من دفع المبالغ الكبيرة وإذا ما كان في الشخص أساسا هو مؤهل وأكيد منكرر المرة تانية حتى الأشخاص اللي ما بيشتركوا أو ما عندهم قدرة ما في مشكلة حينرد عليهم جميعا خلينا ندخل بالموضوع أول شي بحب ذكركم أن القرعة بتبلش بـ 16 إلى 19 إلى 11 لحتى الناس يكون عندها فكرة عن الموضوع ومتهيئين لهذا التاريخ لحتى يدروا يقدموا ويكون عندهم فرصة أهم شي الشخصي اللي ما عنده بكالوريا أو ثانوية أو ما عنده شهادات أبدا بيرتجئ للحل الثاني في موقع اسمه O-Net Online تابع للحكومة طبعا الأمريكية هذا الموقع بيشوف إذا المهنة تبعك ممكن تكون مؤهلة إذا ما كان عندك شهادة تمام يكون عندك خبرة فيها سنتين أقل الشي يعني بتجيب رسالة بالإنجليزية أنه عندك خبرة فيها سنتين طبعا حنعطيكم مثال ونرجيكم كيف بتعملوا هذا الشي هذا الموقع موجود بصندوق الوصف أو بأول تعليق أول شي بعد ما تضغطوا على الرابط وتدخلوا على الموقع بتجي لهون اللي هو Occupation Keyword Search يعني بحث المهنة وهون بالبحث منحط مثلا أنا مثلا Engineer تمام يعني مهندس ومنحط عليها Enter وبيطلعنا هون خيارات بيطلعنا مثلا Chip Engineer, Mechanics, Civil Engineers يعني مثلا مهندس مدني مهندس العلاقة بتبعات السفن حسب كل شخص بيعرف المهنة تبعه والمسمة تبعها بيقدر ترجمها على Google Translate إذا ما كان بيعرف بيشوفهم المهن خلين نختار لحنا المهندس المدني بعد ما نختار المهندس المدني فيهون كود مثل الرمز الوظيفي تبع كندا تماما مننزل دائما مندور على شيء اسمه SVP هذا هو مكتوب بالأزراء كاتبين لك أنه لازم يكون عندك سنتين لأربعة سنين بالمهندس المدني ورمزة أو السكور تبعها من 7 إلى 8 وهذا الشيء اللي عم ندور عليه لازم يكون أقل شيء 7 وفما فوق وهيك صار مسمح للشخص على سبيل المثال إذا كان مهندس وما عنده شهادة يقدر يقدم طبعا أكيد المهندس عنده شهادة ولكن في مهن أخرى مثل بلمبر مثل عامل الصحية أو الكاربينر اللي هو النجار ممكن إذا كان هون السكور 7 وفما فوق فهو أوكي أو 6 للسبعة بيكون حتى أساسا على السبعة مقول فهيك بتقدم رسالة بطريقة مختومة وبروفيشنال باللغة الإنجليزية لما بتم اختيارك بالقرعة يعني هلأ صار فيك تقدم على القرعة ولكن إذا تم اختيارك وما عندك شهادة بدك تلتجئ لهذا الموقع تشوف شو السكور تبعك وإذا طبعا عندك تعرف أن هذا السكور أساسا مقبول قبل ما نقدم فإذا عرفت أنه مقبول منروح منقدم ولما يختارونا بدنا نجيب هذه الرسالة على حسب عملنا مثلا بالهندسة بموضوع مثلا الأعمال الصحية بالمفروشات إيا كان نوع عملك بس صيانة لازم يكون في عندك هذه الرسالة طبعا لحنا شرحنا كل شي بالتفصيل مجانا للأشخاص اللي حابلحنا نقدم لهم عم ناخد منهم مثلا شي رمزي نقدم لهم ياه ولكن بين تاريخ ستة عشرة وتسعة عيد عش وقبل ما عني هذا الفيديو حابب شارك معكم شي كتير مهم على سبيل المثال في عندنا ثلاث أشخاص شخص عايش بالإمارات شخص عايش بسوريا شخص عايش بالعراق شخص عايش باللبنان باليمن بمصر بالسودان وكلهم بدون يقدموا على فيزا سياحية إلى كندا طبعا الابليكيشن أو الملف هو نفسه الجميع هيستخدم نفس الملف لكن رسالة الشرح بتختلف عن الشخص الليل موجود بالسودان عن الشخص الليل موجود بمصر عن الشخص الليل موجود بسوريا عن الشخص الليل موجود بعراق فيه اختلاف بالمعلومات وبالخطة لهيك الناس عندما هم يفهم نفس الخطة الليل باخرنت يا صديقه أو الشخص الليل بيعرفوه أو قريب لهم عم يصير في clerc ميرض يرحض دائمه الطلبات لا يرحض على طريقنا لذلك لا يمكننا أن نقوم بعمل فيديو ونشرح كيف تعمل هذه الرسائل لأن كل شخص مختلف حسب وضعه شكراً لكم وطابقكم